موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم لغة فرنسية سنة أولى إعداد نستأنف مع الصفحة رقم 68 كنا قد تطرقنا فيما سابق لجوروتية وقلنا بأن لغروب نومنال أو صن سبستيتي مثلا لبخونو إذا نتكلم عن المجموعة الإسمية أو صن سبستيتي أو ما يعوضها كما قلنا مثلا لبخونو يعني الدامير qui complète un verbe إذا نتكلم عن هذه المجموعة الإسمية أو ما ينبو عنها مثلا كما قلنا لبخونو يعني الدامير qui complète التي تتممو un verbe التي تتمم فعلا est un complemento verbe إذا هذه المجموعة الإسمية التي تكمل الفعل طبعا لتكون عندنا جملة مفهومة إذا هذه التتمة تسمى un complemento verbe إذا هذه المجموعة الإسمية التي تكمل الجملة وتأتي بعد الفعل إذا هذه تسمى un complemento verbe إذا كما نقول مكمل الفعل إذا مثلا لهذه الثموعة الإسمية إذا هذه الأفعال التي تتطلب تتم صندي اذا هي أفعال متعدية كما لو نقول في اللغة العربية هذه الأفعال التي تتطلب مفعول به فهي أفعال متعدية يعني أننا نميز منها نوعان النوع الأول هو اذا الأول هو الفعال المتعدية المباشرة التي تكون متبوعة بتتمام مباشرة اذا كما لو نقول متبوعة بمكمل مباشر النوع الثاني من الأفعال المتعدية هناك الأفعال المتعدية هناك الأفعال المتعدية كما لو نقول الغير مباشرة طبعا هذه الأفعال والاقل من وضغطة المنطقة هل بالحالث؟ ' لديك الكلام بي مكاميل غير مبأشير أهلا اذكر أن تتكير أنه مرخطة والأمس الكلام بي مكاميل وضغطة وضغطة نعرف المنطقة بي مكاميل وضغطة اذكر يعني أننا نعرف هدكاميل وضغطة 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 سؤال ندا Pour les choses بالنسبة للأشيق كي أو نترح السؤال كي من Pour les personnes بالنسبة للأشخاص Après le verbe نترح السؤال بعد الفعل لحسب النوعية واشن تكلم على شيء أو نتكلم عن شخص نترح السؤال نترح السؤال نترح السؤال من نسبة للأشخاص En posant la question كوا Pour les choses كي Pour les personnes Après le verbe مثلا مثلا إلا غفاعتية كي هو جعل ورات من إذن هو ورات من إذن الجواب سيكون إلا غفاعتية سيدوفيس إذن هو جعل ورات ابنه نقول مثلا إلا سي كوا هو ترى كماذا إذن نقول إلا سي أم بخزان إلا سي أم بخزان إذن نعوذ هات كوا بهد أم بخزان ونعوذ كي بسيدوفيس من اللي تتكلم على هاد تعرف أن نركن لكمبيمان دوبجه ديريكت أن نسأل كوا pour les choses كي pour les personnes أبخي لذب تنعرف لكمبيمان دوبجه ديريكت من اللي تيجينا في السؤال هاد كوا أو هاد كي بعد الفعل إذن ناشي تكون جملة عند قصد آخر وندخل عنوات هاد كوا هاد كي يعني هاد كوا هاد كي ستكون عندها معنا في الطرح مثلا إلا رفعتي سيد أوفيس إذن ممكن أننا نحدي في سيد أوفيس إلا رفعتي نحن نحن نقول كيف أو الكلمة الاستفامية الأخرى بل الكلمة الاستفامية الملائمة هي كي مثلا إلا سيد ممكن لذي هاد هاد لذي ماذا هاد الكلمة للمكان دياله هنا في السؤال هي كو طبعا في التعريف نحن رقوني لكم لذي دوبجه ديريكت نحن نحن كو أو بيا كي يعني خاص هاد الكلمة الاستفامية يكون هاد هو محل من يكون هاد هو المحل لها و بأن متوافقة في السؤال و بأن تجي في السؤال إذن نحن نعرف بأن نرى عدنا كمplement بوجه ديريكت من يتجين في السؤال يا كو أو كي نحن رقوني كمplement بوجه ديريكت نحن نحن كو أو بيا دو كو مثلا عن أي شيء أو من أي شيء مثلا إذن نتكلم عن أكو أو بيا دو كو بوجه بالنسبة للأشياء عندما يكون الحديث متعلقا بالأشياء أو نطرح السؤال عن من أو لمن مثلا بوجه بالنسبة للأشخاص عندما يكون كلام يتمح وارو حول أشخاص أبخلو نطرح هذه الأسئلة أكو دو كو أكي دو كي أبخلو بعد الفعل ما معنى هذا؟ معنى هذا تكون عدنا الجملة التليفون ألو تنقلب عن الفعل فين هو فالجملة مثلا عدنا لذر تليفوني التليفون تنوضع مراها دو كو أو بيا أكو أو نطرح السؤال أكي أو بيا دو كي هذا هو المعنى أبخلو ذهب يعني تنقلب عن الفعل في الجملة وتنوضع مراها هد الكلمات الاستفهمية إذن مثلا عدنا التليفون أكي إذن من كلي نقول مثلا التليفون كي أو بيا التليفون كوا ما نجيش السؤال إذن السؤال سيكون ملاعين إلا زدنا أكي من كلي نقول بو كي يعني عن من إذن التليفون ألو باشي كل معنى قريب لكي نفهم المعنى بالشكل أقرب التليفون الأغطار كما نقول بأنهم يتلفنون لآبائهم يتلفنون لآبائهم لآبائهم أو إلى آبائهم إذن هد ألي عدنا كما نقول إلى أو لي إذن التليفون الأغطار هم يتلفنون لآبائهم أو إلى آبائهم طبعا السؤال هو التليفون أكي التليفون أكي عدنا التليفون هذا هو الفعل ثم نضع مباشرة بعده اكي اذا فنحصل على السؤال التليفون اكي هم يتلفنون لمن اذا هم يتلفنون لأبائهم لا مقصود أنهم يهاتفون أبائهم ثم عندنا مثلا نحن نحلم بأصدقائنا هالدوه كما نقول بي نحن نحلم بكي نغيرون دوكي اذا طبعا الفعل هو غيرون اذا طبعا سنتبعه مباشرة بدوكي اذا فيصب عندنا السؤال نغيرون دوكي نحن نحلم بمن اذا نحن نحلم بأصدقائنا نغيرون دو نظامي ثم عندنا هم يتذكرون السنوات الماضية ولكن هنا كما نقول بأنهم يتذكرون للسنوات الماضية دي زاني باسي ما قلناش نغيرون لزاني باسي مثلا اذا هم يتذكرون كما نقول للسنوات الماضية هكذا تأتيه في العبارة في لغة الفرنسية اذا السؤال يكون لا يتذكرون لأي شيء هم يتذكرون لأي شيء اذا هم يتذكرون السنوات الماضية لا يتذكرون لأي شيء هم يتذكرون السنوات الماضية هم يتذكرون السنوات الماضية هم يتذكرون السنوات الماضية هم يتذكرون السنوات الماضية طبعا نعرفنا ��게دًا نأخذ الأول نودفع تأخذي هذا المتسلق الالبينيزم المقصود بها تسلق الجبال الالبينيزم المقصود بها تسلق الجبال ست الالبينيزم هذا المتسلق مانك دو ماتيريال تنقصه الأدوات لكن ما تقال كما نقول ينقص من الأدوات المقصود أنها تنقصه الأدوات ست الالبينيزم مانك دو ماتيريال إذن ماذا سنؤثر هنا هو الورب الورب سي مانكي إذن ست الالبينيزم مانك مانگ امان يسمون هثر مانگ On souligne le matériel de deux traits. Cet alpiniste manque de matériel. On a le verre manque, qu'on va le cadrer bien sûr. Après, on a le matériel qui est un complément d'objet indirect. On le souligne de deux traits. Après, on a cette fillette parle à ses parents. هاديهي البونيه تتكلام إلا واليدهيه. Cette fillette parle à ses parents. Alors, où est le verbe? Le verbe c'est parle, c'est le verbe parler. Alors, on va le cadrer. Après, qu'est-ce qu'on a? On a à ses parents. À ses parents, c'est un complément d'objet indirect. On va le souligner de deux traits. هاديهي البونيه تتكلام إلا واليدهي بيخاتين La troisième phrase, on a la tête entre les mains. Les élèves réfléchissent aux réponses. La tête entre les mains. Les élèves réfléchissent aux réponses. الرأس بين l'يدين. Les élèves réfléchissent aux élèves. Les élèves réfléchissent aux élèves. Les élèves réfléchissent aux réponses. التلاميذ يفكرون في الأجوبة. كما لو نقول بأنهم يأخذون برؤوسهم, طبعاً بيديهم, ثم يفكرون في الأجوبة. La tête entre les mains. Les élèves réfléchissent aux réponses. Alors, où est le verbe dans cette phrase? Le verbe, c'est réfléchissez. C'est le verbe réfléchir. أدفي الفكار. C'est le verbe réfléchir. Les élèves réfléchissent aux réponses. On encadre réfléchissez. Après, qu'est-ce qu'on a? On a aux réponses. Aux réponses, c'est un complément d'objet indirect. Alors, de même, on va le souligner de deux traits. إِدَنْسَنُسَبْتَرْعَلَيْهِ بِخَطَيْنِ Pour la quatrième phrase. Chaque dimanche, nous prenons le bus pour aller rendre visite à nos grands-parents. Chaque dimanche, nous prenons le bus pour aller rendre visite à nos grands-parents. Qu'est-ce qu'on va ici? Le verbe, c'est aller rendre. C'est aller rendre. Le verbe, c'est aller rendre. T'as dit qu'on connaît qu'on connaît? T'as dit qu'on connaît. C'est qu'on connaît l'aujourd'hui. نتكلم عن le verbe soni auxiliaire. Par le verbe venir, مثلا. مثلا, le verbe venir إذن أحياناً يأتي كفعل مساعد. إذن كما قلنا هنا, le verbe, allez, يدخل في هذا الإطار. إذن عندما نتكلم عن aller rendre. إذن نحن نتكلم عن التصريف الكامل اللي فيه الغند. rendre. يعني أرجع. إذن كما نقول من أجل أن يعيد شاك ديمانش كل أحد نبخنون لبس يعني أننا نأخذ الحافلة نبخنون لبس يعني أننا نأخذ الحافلة وغالغان غيزيت لكي نعيد الزيارة. كما نقول لأجدادنا. إذن طبعاً كما لو أن هاد الأجداد زارونا ونحن نذهب لنعيد لهم الزيارة. إذن هنا ألي غاندر فيزيت وغالغان غاندر فيزيت إذن لكي نعيد الزيارة. طبعاً هنا لكي نفهم المسألة أقرب عندما نقول مثلاً نظر غاندر فيزيت المقصود بأننا على وشك إعادة الزيارة. نحن في الطريق لإعادة الزيارة. إذن هاد ألي يأتي لهذا المعنى. لوفاب ألي كمساعد يأتي أمام الأفعال عند تصريفها لكي يفيد هذا المعنى. فنحصل على يعني المستقبل القريب عندما نقول يعني أن الجو سيمطر قريباً. عندما لوفاب بلوفوار يعني أمطر إذن نصبقه بفعل ألي لنحصل على صرف لفعل بلوفوار فالقريب لوفاب ألي يأتي كمساعد أمام الأفعال ليفيد معنى قرب حصول هذا الفعل ليفيد معنى قرب حصول هذا الفعل ليقول أن هذا الفعل قريب الحصول إذن شاك دمانش كل أحد نبخنا لبوس لنرى فيزيت عن نبخ يعني في كل أحد نحن نأخذ الحافلة لنرى فيزيت كما لا نقول أيضاً للدهاب لإعادة الزيارة طبعاً أنت داهب لإعادة الزيارة المقصود بأنك ستقوم بإعادة الزيارة بعد قليل مدام أنك داهب لهذا الفعل فالمقصود بأن هذا الفعل قريب لوقوع إذن لذلك نستعمل لذلك لهذا المعنى إذن لإعادة لإعادة الزيارة كما لا نقول أيضاً للدهاب لإعادة الزيارة الذي يهمنا هنا الزيارة c'est le verbe أننا سنجد الزيارة بعد قليل لإعادة إذن سنعيد ماذا؟ سنعيد الزيارة c'est quoi الزيارة؟ الزيارة c'est كمplement d'objet direct ثم الزيارة إذن تُعيد الزيارة لإ الزيارة إذن الزيارة c'est لكمplement d'objet indirect إذن هنا عدنا complément d'objet direct ثم عدنا complément d'objet indirect alors on va souligner visite d'un تخي et الزيارة de دو تخي ثم نستطيل على الزيارة بخطين طبعين كما قلنا فيما سابق بأن le complément d'objet indirect دائما يكون مسبوقا بحرف بينه وبين الفعل مثلا 7 alpinist manque de matérial لم نقول manque matérial بل أضفنا هد إذن هد de matérial c'est un complément d'objet indirect 7 alpinist manque de matérial لم نقول 7 alpinist manque matérial بل قلنا دو matérial أضفنا هد إذن دو matérial c'est un complément d'objet indirect ثم عندنا 7 fillette parle à ses parents إذن لم نقول 7 fillette parle ses parents بل 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 قلنا أضفنا هد أ و بت لي أ س par س c'est un complément d'objet indirect ثم مثلا la tête entre ما les 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 réfléchis ما قل نش les réponses بل قل na o répons المقصود a les réponses كأننا أضفنا هد أ و répons c'est un complément d'objet indirect دائما نحض ل complément d'objet indirect أنه يكون مسبو بحرف بينه و بين الفيل نفس شي أن nos grands parents أن نحض تس بقو هد أ و بالتاليف أن nos grands parents c'est un complément d'objet indirect ثم عندنا ce sont les inondations qui ont détruit toutes ces maisons ce sont les inondations qui ont détruit ربنا ل ل ل نحض تس كما نحض تس كما نحض كما نحض نحض كما نحض كما نحض عبرة نحض تس 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 근 بحرف نحض تس كما تس 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 بحرف تس 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 في عدة بولدان أفريقية في عدة بولدان أفريقية في عدة بولدان أفريقية في عدة بولدان أفريقية أفريقية نهاية بلدان أفريقية أفريقية الأطفال المقصود الذي تتم تربيتهم بشكل جيد كما نقول الأطفال المربعون بشكل جيد إذن المقصود بأنهم قد تمت تربيتهم بشكل جيد أبيس يعني أنهم يطيعون الأباء كما نقول لأبائهم طبعا يطيعون أبائهم هنا كما نقول بأنهم يطيعون لأبائهم طبعا لذعب أبيع يستلزم هدف اللغة الفرنسية لذعب أبيع يستلزم هدف عندما تجد لذعب أبيع يعني أنك تجد وراءه هدف نقول الأبائي أزهد هو يطيع الأوامر الأبائي أزهد أوبيع الأبائي أأم نغض أوبيع الأبائي أأم نغض يعني أنه هو يطيع أمرا أو أنه يخضع لأمر ما إذن أدنانا الأطفال المربعون بشكل جيد بمعنى آخر بيع ألوي تعني حساني السلوك بيع ألوي تعني بمعنى آخر حساني السلوك مدام أنهم قد تمت تربيتهم بشكل جيد إذن فالأطفال لهم سلوك جيد les enfants بيع ألوي أوبيع السلوك جيد الأطفال بمعنى آخر لدينا لهم سلوك جيد يطيع أنا أبائ أأم إذن أوه لورب إذن الفعل في الجملة هو أبائيس أبرينا 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 اتمم الجمال التي تتبع المقصود الجمال تالية اتمم الجمال التي تتبع عدنا لورب سويفر في التابع المقصود الجمال تالية اتمم الجمال تالية انا نكملوا بماذا؟ ام PAC مرتوي اتمم الجمال تالية ام juice ام سويفر ام السوء قل كمال الالتي يوسيف ام اسب ام از دنشلمنا امس اَمس بالأمر سواغ نوغل نوغل финنف ام سويفر انظور جمال تالية دوغل نوغل نوغل على سو erfahren سحبات دخما تغالف هذا القديم للنـوية دو رمضان للممبر دو لفمي روغارد إذن أتناع اللياليكتوال دو رمضان للممبر دو لفمي أفراد لأيلا روغارد يعني أنتندر c'est le verbe روغارد c'est le verbe روغارد ادفع الندار إذن pendant للممبر دو رمضان pendant للممبر دو رمضان للممبر دو لفمي روغارد مثلا la تلیزيون pendant للممبر دو لفمي روغارد لتلیزيون أتنا اللياليكتوال لرمضان أفرادا إلا تندر التلفزا وكمانو لحيد بي أنا لسين دو رمضان c'est un complément دو روغارد لجلي أنا للمبر دو روغارد يتطلب هادا ثم عدنا لتلیزيون هادا c'est un complément أيضا دو بج دو روغارد لا يوجد حرف قبلها بينها وبين الفعل طبعاً لا يمكن أن نقول مثلاً ينظرون إلى التلفاز كما في اللغة العربية بل ينظرون التلفاز لا يمكن أن نقول مثلاً ثم كم مثلاً الفلاحون كما نقول يغسلون كما نقول أدوات الفلاحية إذا المقصود هنا بأن الفلاحون يغسلون المعدات الزراعية طبعاً مقصود بالمعدات أو الأدوات رغم أن هذه الكلمة مفردة فهي تفيد الجمع طبعاً هذه الكلمة تستعمل في الدرجة المغربية تنقلوا الماتريال ثم عندنا كل هذه الأتات أبارتياً أبارتياً يعني أن تنتمي عندنا لغرب أبارتونير لغرب أبارتونير يعني ينتمي ولكن كما عندنا هنا يمكن أن يعني يعود مثلاً تستيلو مأبارتياً هذا القلم ينتمي لي المقصود بأنه يعود لي وهذا هو المعنى الذي عندنا هنا كل هذه الأتات المستهÖ أبارتياً مثلاً أعنذر أعنذر كل هذه الأتات أبارتياً أو أعنذر أعنذر يعني لغرب أبارتياً يعني أن هذه الأتات ينتمي أعنذر 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 يعني كل هاد الاتات يعود لتاجر غاني او نقول كل هاد الاتات يعود لعائلتي كل هاد الاتات يعود لعائلتي في دمك تذب هذا القبر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله اشتركوا في القناة